مشاهدينا معها الطاقة الإيجابية ومعها الأفكار الريادية وإن شاء الله يربي منشوف مشاريع كتير كبيرة لصبايا والشباب أيضا بالمستقبل رح ننتقل لهذا التقرير أيضا عن أبو الفنون المسرح وتحديدا افتتاح مهرجان المسرح العربي بمشاركة العديد من الدول العربية أهلا بكم في عمان وجبالها السبعة أهلا وسهلا بكم في الأردن نقابة الفنانين الأردنيين هي التي ساهمت في تأسيس الهيئة العربية للمسرح شاركت عبر زملان وزملات الفنانين منذ عام 2008 تقريبا هذا المهرجان استطاعت نقابة الفنانين أن توفر المناخ الملائم من حيث البريد تحتية وبالتعاون مع وزارة الثقافة وكافة المؤسسات الرسمية لكي يتم عرض المسرحيات العربية والأردنية المشاركة على خشبات المسرح نحن عنا مسرحية اسم كيميا إعداد وأخراج الدكتور عجاج سليم شاركنا فيها بمهرجان قرطاج وهلا حاليا نحن بمهرجان العربي أجمل ما فيه أنه جمعنا وجمع الأم العربية كلها في هذا المكان الجميل وهو الأردن أنا جاي مخرج لعرض للمسرح القومي السوري عن نص أرجنتيني وثلاث حكاية أنا سعيد بوجودي بهذه التظاهرة لإني مؤمن أنه المسرح هو سلاح تنويري هو جدار ثقاف يمكن أن تستند عليه الشعوب وتطور تجربته ومعارفها نأمل دائما لكل المسرحيين أنه يكونوا بخير نأمل المسرح العربي كمان أنه يصح شوي من كبوته ويقدر يواكب متغيرات العصر أحتياجاتها المسرح هو نطفة التكوين الأولى للعمل الفني وبحمد الله عمان أصبحت تستقطب جميع التجارب المسرحية وجميع التنظيمات على أعلى مستويات واليوم بالفعل هو عرص مسرحي فني خاص تحتضنه عمان يعني برغم انخفاض درجات الحرارة لكن احنا اتدفينا على أنفاس وقلوب أحبائنا وزملائنا حضور المهرجان يعني لما نقول لك مهرجان في الأردن هو ليس مهرجان في الأردن بل هو عرص حقيقي لالتقاءها الفنانين والتقاءها المجموعة الجميلة من عمالقة الفن المسرحي وعمالقة الفن الدرامي والتلفزيوني من جميع الوطن العربي الحقيقة المسرح طبعا أحد أوجه الحضارة والثقافة في أي دولة في العالم والحمد لله الأردن يعني ما شاء الله تقريب بحدود 120 ممثل بارك الله فيهم ومتطوعين لخدمة هذا المهرجان وخدمة الضيوف هذا طبعا اندل فإنما يدل على طيبة وثقافة الشعب الأردني كيميا قصة حب هي بالأساس بظرف غير طبيعي شخصين بيجتمعوا وبينجذبوا لبعض لدرجة أنه بيدخلوا بظاهرة فيزيائية غير طبيعية ما بيقدروا يبتعدوا عن بعض أكثر مثل التمتار يعني مجموعة حوادث بتمر لكن نحن بالأخير بنقول وبزمن الحرب رغم الحرب أنه الحب هو أنجع وسيلة لنقدر نمسح كل السواد اللي موجود بحياتنا